مرحبا أنا الدكتورين سريم لي عاقبة أخصائي الطب وجراحة العيون اليوم رح نحكي عن ما هو علاج صداع العين في كتير من الأحيان يشعر بعض الأشخاص بصداع برافق ألم في العين أو خلف العين قد يكون هذا الصداع هو أحد أمراض معينة منها صداع التوتر، الصداع العنقودي وذلك بسبب الإجهاد والتعب الصداع النصفي أو ما يعرف بيء الشقيقة وهو أكثر أنواع الصداع انتشارا حيث بصاحب الصداع هذا ألم حول العين بشكل مضض أو ضغط حول العين وقد يرافقه أيضا تدني في حدة الإبصار ويكمل العلاج في معرفة السبب ولكن بشكل عام معظم أنواع الصداع المحيطة بالعين تستجيب لمسكينات الألم البسيطة ولكن عند وجود التهاب بالجيوب الأنفية فإن المريض بنحوله للطبيب الأنف والأذن والحجرة عند وجود مشاكل فيه ارتفاع في ضغط العين فإنه بنعالج المريض عن طريق قطرات وبعض الأدوية وأيضا عند وجود مشاكل فيه أو التهاب فيه العصب البصري بنعالج المريض عن طريق إعطاء الكورتيزون وعند وجود الصداع النصفي أو أنواع الصداع الأخرى بنحول المريض إلى طبيب الأعصاب الباطني وبتمنى لكم الصحة والسلامة دائما ترجمة نانسي قنقر